موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الكريم أهلك وخاصتك يا رب العالمين إذن انتهينا حيث قال يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون هذه العبارة وأعلم من الله ما لا تعلمون لابد أن نربطها لما قص يوسف رؤياه على أبيه في أول الصورة إني رأيت عحد عشرة كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هناك علم يعقوب أن هذه الرؤية رؤية حق وبشر يوسف بالنبوة وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تمام ولما علم يعقوب هناك أن هذه الرؤية حق وستحقق لكنها إلى الآن لم تتحقق صح يوسف مفقود إذن يعقوب يعلم أن يوسف سيعود وأنه مع أمه أو خالته زوجة أبيه وإخوته سيسجدون له لذلك قال لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون حزني هذا سينتهي بلقاء يوسف لكنه لم يصرح لهم وإنما أعطاهم إشارة وأعلم من الله ما لا تعلمون أنا الذي فسرت الرؤية ليوسف وأنا أعلم أنها رؤية حق وأنا أعلم أنها ستحقق إذن سيعود يوسف وسوف نسجد له جميعا لذلك قرر يعقوب أن يطلب من أبنائه أن يعودوا مرة ثالثة إلى مصر يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بنية يعني يا أبنائي لكن للتحبب اذهبوا فعل أمر يعني عودوا إلى حيث فقدتم بنيامين وحيث تركتم روبيل ولم يقلها حيث يتوقع أن تجدوا يوسف اذهبوا عودوا إلى هناك فتحسسوا من يوسف وأخيه التحسس الفرق بينه وبين التجسس نقطة تحسس وتجسس لذلك قالوا طالما هناك فرق في اللفظ فهناك فرق في المعنى التحسس هو جمع الأخبار خفية من أجل الخير والتجسس هو جمع الأخبار خفية من أجل الشر وطبعا الخير والشر أمر نسبي لكن هنا يتحسسون أن يجمعون الأخبار هل رأى أحد منكم يوسف كيف يمكن أن نستعيد بنيامين هذا التحسس أما التجسس يكون جمع معلومات لإيقاع فتنة من أجل إحداث بلاء ومصيبة إلى آخرين يا بني يذهبوا فتحسسوا أي اجمعوا المعلومات خفية من غير أن تلفتوا النظر فتحسسوا من يوسف وأخيه اجمعوا الأخبار عن يوسف وعن أخيه عن أخيه ليس عن أخويه لأن روبيل موجود في مصر ويعلمون مكانه سيعودون يجدونه روبيل لم يضع لم يختفي لكن يوسف لا نعرف مكانه وبنيامين لا نستطيع أن نسترده نعلم أنه في قصر الملك لكننا فإذا لعنا المشكلتين بيوسف مين وأخو بنيامين وليس في روبيل لذلك قال لهم فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أما يوسف فطفل فقد من أربعين عاما الآن نريد أن نبحث عنه في بلد واسع كمصر هذا بحسب الأسباب يعطيك نسبة قريبة من الاستحالة أن تجده صح؟ أنت لم تفقده البارحة أو قبل أمس ربما يكون أتأتي به إلى مصر ثم سافر إلى بلاد بعيدة لا نعلمها ثم سافر بعدها ثم هناك احتمالات كثيرة يا أخي ربما بقي بمصر لكن مصر صغيرة كمن يبحث عن إبرة في كوم من القش فإذا هذا يعطي يأس قال لهم ولا تيأسوا شوف الثقة بالله أما ابن يامين مكانه معروف لكنه محكوم بالرق لمن سرق منه والتهمة ثابتة والحكم قد صدر فعملية استخلاص وإنقاذ مما فيه قريب من الاستحالة أيضا ومع ذلك قال لهم ولا تيأسوا من روح الله ارجعوا وقولوا يا رب ولا تيأسوا من روح الله روح الله هنا أي رحمة لا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عندما ييأس الإنسان من روح الله يكون قد وقع فيه قبيرة من أكبر الكبائر تكاد تكون كفرا بل هي كفر يعني إذا وقع الإنسان بذنب مهما كان عظيما فقال لن يغفر الله لي ذنبي كبير 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 يا رجل ذنبك أكبر أم عفو الله عفو الله أعظم من كل ذنب ذنبك أكبر أم رحمة الله رحمة الله وسعات كل شيء وفي القرآن ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كلمة أسرفوا يعني لم يعصوا مرة أو مرتين أو ثلاث أسرفوا يعني أكثروا من العصيان أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه الغفور الرحيم كما أنك لا تقنط من رحمة الله مهما عظم ذنبك فلا تقنط من رحمة الله إذا أحسنت ظنك بالله أن تجد شيئا فقدته لا تقنط من رحمة الله رحمة الله قادرة أن تجمعك بهذا الشيء فهذا مراد عقوب ولا تيأس من روح الله يعني ما تروحوا بنفسية يائس يعني نحن ذهبنا نبحث عن يوسف لكننا لن نجده إياكم هذه النفسية ويحذرهم لأن الذي يبحث وهو يائس لن يبحث جيدا ولن يستقصي كل أسباب البحث لأنه خلص غلب عليه شو اليأس مثل الطبيب إذا جاءه مريض وقال له هذا لا علاج له اذهبوا به وانتظروا موته هذا لن يبحث عن طريقة لكن إذا كان عنده أمل والله يهاتوه ولو كان الأمل واحد بالعشر تالاف سأبحث عنه حتى أجده بإذن الله هذا يبحث عن سبل العلاج أما إذا يأس لن يبحث فيعقوب يخشى أن يقول هذا أبانا قد أصابه الخرف يعني كيف نبحث عن يوسف من أربعين سنة في مصر بلد كمصر يبحث عن رجل أو عن طفل ضاع من أربعين عاما فقال وَلَا تَيْأَسُوا شَعْرَ بِهِمْ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَاسْتَجَابَ أَبْنَاءُ يَعْقُوبُ والله أبونا نبي ويقول لنا لا تيأسوا معناة عنده علم من الله لا نعلمه فلنذهب ولنقل بسم الله قال فلما دخلوا عليه هلأ كل من دخلوا عليه هل كان معهم روبيل اللي تركوا في مصر غالبا أنهم مروا أخذوه ودخلوا جميعا قالوا يا أيها العزيز النداء في اللغة العربية له أحرف صح؟ هذه الأحرف تتنوع حسب تنوع البعد فإن كان المناد قريب جدا منك ما في داعي لأي حرف نداء تقول له نور الدائم لأنه قريب فإن كان بعيد قليلا تقول له أه تستخدم الهمز فقط أو أي أي نور الدائم آه قريب هلأ إذا كان أبعد تستخدم حرف الياء يا نور وإذا كان بعيد جدا تقول يا أيها الرجل آه هذا بعيد جدا طيب هما دخلوا عليه وبينهم وبينه أمتار معدودة ومع ذلك شو استخدموا النداء للبعيد يا أيها العزيز وكأنهم هنا وكأنهم هنا يتصورون أن تحقيق طلبهم من العزيز بعيد المنال فقالوا يا أيها العزيز إذن استخدموا أداة النداء البعيدة لأنهم يتوقعون أن ما يطلبونه من العزيز أمر بعيد قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين مسنا وأهلنا الضر الضر في العادة بحسب سياق القرآن تستخدم للأمراض والابتلاءات والمصائب في الجسد ومنها الفقر ومنها المراض ومنها ومنها البأساء تستخدم لقهر العدو يعني جاءنا عدو فأنزل بنا بأسه أصبحنا أزلة هلأ هنا ما قالوا مسنا وأهلنا البأساء قالوا مسنا وأهلنا وأهلنا الضر يعني كأنهم يلمحون أو صرحوا لهم أن أباهم قد أصيب بحالة كظيم وأنه بيضت عيناه من الحزن بسبب فقده لهذا الولد الذي أنت أخذته وجئنا ببضاعة ملجاة أي نريد الطعام ولكن عندنا بضاعة لم يعد عندنا بضاعة بقيمة الطعام هي أقل من قيمة الطعام الملجاة يعني غير الجيدة نخب ثاني نمبر تو ليس نمبر ون وجئنا ببضاعة ملجاة شوف عمي صدق الجماعة الصادقين لم يعد عندهم من البضاعة الجيدة التي يأخذون بها الطعام فأوفي لنا الكيل يعني لا تعطينا على قدر بضاعتنا لا يكفينا إذا أعطيتنا على قدر بضاعتنا لا يكفينا عاملنا كأنها بضاعة نمبر ون فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا طيب أوفي لنا الكيل أعطينا حمولة تامة تصدق علينا يعني من علينا بإرجاع أخينا إلينا إن الله يجذي المتصدقين والله ما عندنا مال نفدي به أخانا أن تتصدق به علينا يعني أعتقه لوجه الله هو حقك أن يكون عبدا لك لأنه سرق منك لكن تصدق علينا قل خذوه لا أريد منه شيئا ولا أريد فداء له إن الله نحيل أمرك إلى الله إن الله يجذي المتصدقين قال في هذه الحالة يوسف رق لهم وأشفق عليهم ورأى والأمر بأمر ربه أيضا لأنه نبي ما ينطق عن الهوى أن العقاب الذي نزل بهم يكفيهم يعني جعلتهم يفقدون أخاهم ويعود إلى أبيهم خجلين مرة ثانية وتذكر أبوهم قصة يوسف وجاءوا الآن ليسوا كما جاءوا في المرة الأولى والثانية بعزة وشموخ جاءوا الآن متضعضعين منكسرين يخاطبونه بطريقة عكس وتختلف عن الطريقة الأولى يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجى والله نحن فقراء ما كثير يعني معنا حاجة بسيطة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هنا يوسف كشف لهم حقيقة أمره قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون هنا انتبهوا قالوا أئنك لأنت يوسف ما أدراك بقصتنا مع يوسف وقصتنا مع أخي يوسف ثم تذكروا والله هذا الوجه يشبه يوسف ولو مرة فترق به ثم ما أدراه نحن نقول له يا أيها العزيز مستنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجى كيف يجيبنا يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون فانتبهوا قالوا أئنك لأنت يوسف في دهشة وذهول أي صح أي عقل بعد هذه المدة أنت في قمة الهرم من السلطة في مصر يا لطيف قال أنا يوسف وهذا أخيه قيل أنهم لما دخلوا عليه وجدوا أخاهم بن يامين لكنهم وجدوه معذز مكرم ليس كحال العبد الذي ألقي عليه القبض لأنه سرق وأخذ عبدا فهن أول ما فاتوا وجدوا شيء غريب هذا أخونا بن يامين ما صرنا نحن أشهر تركنا شهرين ثلاثة والله ما يبدو عليه أنه عبد والله يبدو عليه أنه من كبراء القوم من علية القوم ثم لما قالوا له ذلك وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه لأنه بيجوز ما يعرف يوسف حاليا لكن يعرفه أخوه فلما قال لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذن هذا أخوه يوسف مين قالوا إنك لأنت يوسف قاعد عم تضحك علينا وتلعب فينا بهالمدة الكبيرة هذه تالت لقاءها باللقاء التالت كشف نفسه يوسف باللقاء الأول طلب منهم أن يحضروا أخاهم من أبيهم باللقاء التاني حملهم مكيدة السرقة وخرجوا وقد تركوا أخوين لهم في مصر واحد محكوم عليه بالعبودية والتاني رفض أن يعود هلأ باللقاء التالت سيدنا يوسف قال يكفي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر شوف هلأ كلمة من الله علينا تواضعا أشرك أخاه معه في المن الإلهي مع أنه أخو المن الإلهي تبعه تبعا لمن يوسف لكن يوسف لا يعرف التكبر ما قال قد من الله علي قال قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لازم التقوى ولازمها يوسف أم لم يلازمها كان تقيا في البئر كان تقيا في بيت العزيز حتى عندما روادته امرأة العزيز كان تقيا في السجن وصبر وصبر في كل المراحل فلما جمع الصبر مع التقوى إذن هو من المحسنين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المتقين الصابرين يعني المحسنين إن الله لا يضيع أجر إذا أردت أن تكون محسنا فاجمع التقوى مع الصبر الصبر الجميل القواعد التي تذكر في القرآن يؤخذ منها يا أخي قواعد في الحياة وفي التعامل مع الله طالما ربنا قال على لسان يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن المحسنين هم من جمعوا تقوى وصبر قال الله في سورة السجدة وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ لذلك قال أحد السلف الصالح بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين تريد أن تكون من أئمة الدين عليك بالصبر وعليك باليقين شوفنيك فورا أخذ مننا قاعدة هنا القاعدة المحسنون هم من جمعوا إلى الصبر التقوى أو إلى التقوى الصبر هنا إخوة يوسف وقعوا في موقف لا يحسدون عليه ويستحقونه أصبحوا الآن أذلة ويوسف العزيز لكن لما كانوا في البئر كانوا هم الأعزة ويوسف الزليل يضربونه ينهرونه حتى جاء في الروايات التي جاءت في كتب التفسير أنهم لما ذهبوا به خرج يعقوب يشيعهم قال فلما كان يعقوب ينظر إليهم كانوا يحملون يوسف على أعناقهم فما إن يضعه أحدهم حتى يأخذه الآخر قال فلما غابوا عن عين يعقوب ألقوه إلى الأرض بشدة حتى كاد يتكسر هن كانوا يراعون خاطر مين يعقوب الأب ينظر إليهم وإن له لحافظون وجعلوا يضربونه ويعنفونه وهو يستجديهم يا إخوتي ارفقوا بي ارحموا ضعفي فيقولون له بحسب هذه الروايات قل للشمس والقمر والكواكب الأحد عشر أن تنقذك مننا الآن الآن اختلف الموقف الآن هم في موقف ذل وهو في موقف عز الآن هم الضعفاء وهو القوي عزيز مصر لو أمر بهم لقتلوا لو أمر بهم لسجنوا نفس الموقف الذي حدث مع كفار قريش عند فتح مكة لما جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم أصبح أمركم بيدي والآن أمر أخوة يوسف في يد من بيدي يوسف الزمن يتقلب فاصبر واتق الله ربما تكون أنت الآن فوق غدا تكون تحت اليوم أنت الزليل ربما تكون أنت العزيز اليوم أنت العزيز ربما تكون أنت غدا الزليل قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اعترفوا بزنبهم والله نحن أخطأنا بحقك كثيرا وأخطأنا بحق أبينا يعقوب كثيرا قال أعطى الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فقال يوسف عليه السلام بكل كرم وكل أريحية نفس ومروءة وجود قال لا تسريب عليكم اليوم لن أعاتبكم فضلا عن أن أعاقبكم عتاب لن أعاتبكم وأقول لكم لماذا فعلتم ما لماذا قلص تمام نسينا الموضوع اعتذرتم دية الزنب عندنا الاعتذار اعتذرتم انتهى الموضوع يغفر الله لكم وزادهم دعاء بالمغفرة ليس فقط قال عفوت عنكم لا تسريب عليكم اليوم أمنهم يغفر الله لكم مع أنهم ما طلبوا منه أن يستغفر لهم هم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نعتذر هم طلبوا العفو أعطاهم العفو قال لا تسريب عليكم لكنه من المحسنين فزادهم مع العفو دعاء بالمغفرة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أو قريبا منه اذهبوا فأنتم الطلقاء وروي أن أبو سفيان ابن الحارس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبو سفيان ابن صخر أبو سفيان ابن الحارس ابن عبد المطلب جاء إلى رسول الله مسلما وكان شاعرا ينظم الشعر فيه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض رسول الله من شدة حزنه منه وغضبه عليه أن يستقبله فذهب إلى علي بن أبي طالب هذا في طريق فتح مكة قال يا علي إن رسول الله لم يرضى أن يقابلني ولم يرضى أن يتحدث إليه قال أتيه من قبل وجهه وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف فإن رسول الله لا يرضى أن يكون أحد أحسن جوابا منه قال فاغتنم مسيرة رسول الله وجاء من وجهه وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فتبسم رسول الله وقال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذه ليست من عندك يا أبا سفيان قال نعم أتيت بها من علي بن أبي طالب والله هو دلني رسول الله لا يمكن أن يرضى إلا أن يبلغ أعلى مقام غضب وحق له أن يغضب من أبو سفيان ورفض أن يقابله لكن لما واجهه أبو سفيان ابن الحارس ابن عمه وأخوه من الرضاعة عشرين سنة عداوة واجهه بهذه الكلمة تبأ أخوة يوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فكواجهه رسول الله بكلمة يوسف لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اللهم حسن أخلاقنا واجعلنا يا رب قادرين أن نكون من أهل الصفح والعفو عمن أساء إلينا اقتداء بهؤلاء الأنبياء إلى أن تحشرنا معهم يا رب يوم القيامة وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة